موسيقى السلام عليكم و أهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة طيبة والبداية بالعناوين الطيران الحربية سادف مواقع المتمردين بمدينة الأبيض والجيش يسخط طائرات مسيرة تابعة لماليشيات المتمردين حمدين خميس أباكر يتهم مليشيات المتمردين حمدين بارتكاب مجازر مروعة في الجنينة ويعلن خروج البرافق الصحية عن الخدمة مالك عقال يؤكد وجود مقاتلين أجانب في صفوف مليشيات المتمردين حمدين ومبارك الفاضل يدعوه لإعلان التعبئة العامة ضد الغزوة الأجنبية على الجنينة أهلا بكم إلى التفاصيل شن الطيران الحربي قارات جوية استهدفت مواقع ونقاط تمركز مليشيات المتمرد حمدين بمدينة الأبيض بولاية الشمال كردفان واستهدفت القارات مواقع المتمردين في جبل الحاجعيسة ودونكي موسى والمثلس وكابا وجبل أبو الغر وحققت القارات إصابات مباشرة فيما أكد شهود عيان تصاعد أعمدة الدخان من النقاط المستهدفة وفرار عشرة المتمردين إلى ذلك أعلنت القوات المسلحة إسقاط طائرة مسيرة تابعة لمليشيا المتمرد حمدينة أثناء محاولتها تنفيذ هجمات على مواقع عسكرية بالخرطوم هذا ودارت اشتباكات عنيفة بين الجيش ومليشيا المتمرد حمدينة في عدد من أحياء العصمة الخرطوم في معشن الطيران الحربي قارات جوية استهدفت نقاط تمركز المليشيات في أحياء بروف وبيت المال بأمدرمان وحققت إصابات مباشرة في صفوف المتمردين اتهم والي قربي دارفور خميسة بكر مليشيا المتمرد حمدينة باستباحة كافة مدن وقرى الولاية وارتكاب مجازر مروعة بحق المواطنين وعنف الوالي خلال مضاخلة تلفزيونية وصف الأحداث التي تشهدها ولاية قربي دارفور بالقبلية أن المعارك بدأت بعد هجوم واسع شنه متمردون مليشيا حمدينة على مواقع الجيش تبعه قصف مباشر بالهاول وراجمات السواريخ على الأحياء السكنية مما تسبب بوقوع عدد كبير من القتلى والجرحى بالولاية وفي سياق متصيل أكد والي قربي دارفور خميسة بكر أن القتال بين مليشيا المتمرد حمدينة والجيش تسبب بتدمير جميع المستشفيات والمراكز الصحية بالولاية وقال الوالي أن الجرحى غير قادرين على الحصول على الرعاية الصحية مع استمرار استهداف المراكز الصحية والكوادر الطبية بالإضافة إلى قيام المليشيات بحصار المدينة من كافة الجوانب ومنع خروج المدنيين أو دخول الكوادر الصحية والمساعدات الإنسانية أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار وجود أعداد كبيرة من المقاتلين الأجانب في صفوف مليشيات المتمرد حمدينة وأكد عقار أن قوات حركتهما تزعل مدمجة داخل صفوف القوات المسلحة وتعمل تحت إمرة القيادة وإن ما قام به حمدتي هو تمرد واضح على سلطان الدولة دعا رئيس حزب الأمام مبارك الفاضل رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إلى إعلان التعبئة العامة ضد الغزو الأجنبي على مدينة الجنينة بقرب دارفور وأكد الفاضل أن مدينة الجنينة تتعرض إلى غزو أجنبي من قبل مليشيات المتمرد حمدتي بهدف تغيير الطبيعة الجغرافية لسكانها وطالبا اللقوات المسلحة باستخدام سلاح الطيران وضرب مواقع المتمردين داخل الولاية أعربت منظمة الأمم المتحدة عن قلقها البالق جراء التقارير القادمة من إقليب دارفور التي تحدثت عن ارتفاع معدل العنف وسقوط مئات الضحايا أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني غوتوريش إلى اتساع نطاق العنف بالإقليم خصوصا في محلية كتم ومدينة الجنينة وأنما يقارب تسعة ملايين شخص في دارفور بحاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية والطبية بجانب الحماية استقبل رئيس الإمارات محمد بن زايد الرئيس الانتقالي لجمهورية شعب محمد دريس ديبي إتينو وبحثان علاقات الثنائية بين البلدين واعتبادل بن زايد وإتينو اشهد النظر في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك مشددين على ضرورة الاحتكام إلى الحوار لتسوية الصراعات في المنطقة والعالم قال بكتب الأمم المتحدة لشؤون الإنساني أوتشا أن عدد الفارين من القتال في السودان وصل إلى أكثر من 2 مليون شخص معظمهم هربوا من العاصمة الخرطوم ووضح المكتب أن عدد الفارين داخل السودان بلغ قرابة المليون ونصف شخص فيما هرب البقية إلى بعض الدول الجوار كمصر وإتشاد وإثيوبيا حيث بلغت نسبة الفارين من الخرطوم 66 من السكان أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن عدد النازحين قسرا بفعل تمرد المليشيات في السودان وصل إلى 2 مليون شخص قالت المنظمة منذ 15 من إبريل الماضي نزح أكثر من 1.670.000 شخص داخل السودان ومن قادروا الحدود نحو 528.000 أن النازحين خرجوا من 6 ورئات رئيسية هي الخرطوم وقرب دارفور وجلوب دارفور وشمال دارفور وشمال ووسط دارفور وكردفان أذنت ولاية شمال دارفور عن وصول شاحنات تجارية محملة بالبضائع والأدوية والوقود قادمة من بورد سودان تحت حماية قوة مشتركة من الحركات المسلحة وأكدت الحكومة أن الحركات المسلحة مسار دارفور ستواصل عملها في حماية القوافل التجارية والشاحنات القادمة إلى الولايات مع استمارها في توفير المستلزمات الأساسية للمواطنين لإعادة الحياة إلى طبيعتها بولايات الإقليم أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بولاية نهر النيل عن وصول كميات من المساعدات الإنسانية إلى الولاية بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر السوداني وأوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية بالولاية هاني مرغني أوضحت عن وصول أكثر من 70 ألف أسرى إلى الولاية قادمين من الخرطوم أن حكومة الولاية استقبلتهم في عدد من المراكز الإيوائية وقدمت لهم المساعدات اللازمة أعلنت السعودية أنها سترأس بالاشتراك مع عدد من الدول والهيئات مؤتمر لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان وعقالة الخارجية السعودية أن المؤتمر لإعلان التعهدات لدعم الاستجابة الإنسانية للسودان والمنطقة في التاسع عشر من يونيو الجاري بمشاركة قطر ومصر وألمانيا والاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة أعلنت مؤسسة قطر الخيرية عن إيصالها قرابة 94 طن من المساعدات الغذائية للمتأثرين بالأعمال القتالية في الخرطوم وعشر مدير مكتب السودان في المؤسسة عمر عبد العزيز إلى توزيع 28 طن من المواد الغذائية على جميع المستشفات المتضررة وتقديم 66 طن من المساعدات الغذائية إلى المتضررين أصدر والي ولاية الجزيرة إسماعيل عوضل العاقب أمر طوارد لتحديد أسعار إجارات المنازل والفنادق منعا لاستقلال الوافدين وحذر القرار أصحاب الشقك والفنادق من زيادة الأسعار بشكل فردي وعدم الالتزام باللوائح التي أقرطها حكومة الولاية تحت طائلة القرامة البدية والسجن لمدة لا تقل عن عام أعلنت حكومة النيضة الأبيض على استيعاب تلاميذ الخرطوم في امتحانات الشهادة الابتدائية والوافدين إلى الولاية عقب تمرد ملاشيات حمدتي قال أمين عامل الحكومة أشازي إبراهيم أن الولاية استقبلت قرابة السبعة ألاف وافدين متواجدين حاليا في مراكز الإيواء بالإضافة إلى العديد من الأسر التي سكنت في القرى ومدن الولاية دعينا المنظمات الدولية والإيقاثية إلى تقديم المساعدات العاجلة نهاية النشر هذا التذكير بأبرز ما جاء فيها من عنوين الطيران الحربية سادف مواقع المتمردين بمدينة الأبيض والجيش يسخطوا طائرات مسيرة تابعة لملاشيات المتمرد حمدتي خميس أباكر يتهم ملاشيات المتمرد حمدتي بارتكاب مجازر مروعة في الجنينة ويعلن خروج البرافق الصحية عن الخدمة مالك عقال يؤكد وجود مقاتلين أجانب في صفوف ملاشيات المتمرد حمدتي ومبارك الفاضل يدعوه لإعلان التعبئة العامة ضد الغزوة الأجنبية على الجنينة شكرا لطيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة